موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى حديث الصحافة عندما تشن الحرب على داعش التي قتلت الآلاف ويترك قاتل مئات الآلاف حرا طريقا يحق لنا التساؤل حول صفقة ما للإبقاء عليه ريثما يتم إيجاد البديل عن مثل هذه التساؤلات كتب سايمون تيسدل مقالا في صحيفة الڭارديون بعنوان الولايات المتحدة في سوريا لا شيء تغير سوى العدو جاء فيه عندما تعلق الأمر بالرئيس السوري بشار الأسد رجل سوريا القوي فإن باراك أوباما يقول إن شيئا لم يتغير كحال ديفيد كاميرون وخادة غربيين آخرين يصر أوباما على أن الأسد عليه التنحي كجزء من عملية انتقالية ديمقراطية لوضع حد للحرب الأهلية في سوريا الأسد لازال متهما بارتكاب جرائم حرب بعد الهجوم بالأسلحة الكيموية الذي شنه العام الماضي على المدنيين إضافة إلى ارتكابه فضائع أخرى ولكن عددا متزايدا من السوريين والمراقبين العربي على امتداد الشرق الأوسط يرم الأمر بصورة مختلفة بعد قرار أوباما هذا الأسبوع مهاجمة أكثر أعداء الأسد خطورة وهو الدولة الإسلامية داعش في قواعدها شمال سوريا التصور هنا هو أن الولايات المتحدة تحولت من جانب إلى آخر وأن الأسد الذي عزز موقفه من خلال التغيير الحاصل في هذا التركيز لم يعود الهدف الرئيس لتغيير النظام الذي تدعمه الولايات المتحدة المزاعب دعائية السورية لا تفتقر للحقيقة بصورة تامة فتحت الولايات المتحدة خطوط اتصال غير مباشرة مع دمشق في الأسابيع الأخيرة مع أنها لم تسع إلى الحصول على إذن للغرات الجوية التي شنتها إلا أنها أخبرت سفر الأسد في الأمم المتحدة بما سوف يحدث قبل الشروع في شن الهجمات حلفاء أوباما العرب وخصوصا السعودية والإمارات وقطر يخشون من أن قرر واشنطن الغوص في خضم الحرب الأهلية السورية يمكن أن يجعل الأسد ينجو بنفسه هذه الدول طالبت منذ مدة طويلة بدور أمريكي أكبر لإنهاء الفوضى الدائرة في سوريا لكنهم فهموا الأمر الآن وهم قلقون الآن من أن الأمريكان يضعون أولوية مواجهة الإرهاب قبل إسخاط نظام الأسد داعش تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأمريكا تحاربها بنفس السلاح فمن سيكون الرابح؟ صحيفة التليغراف نشرت موضوعا عن الجهود الأمريكية في مجال الإنترنت لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية تحت عنوان الدولة الإسلامية تتخذ من وسائل التواصل الاجتماعية وسيلة لنشر الخوف تقول الصحيفة إن وزارة الخارجية الأمريكية تشن حملة ضارية على مواقع التواصل الاجتماعي لمنع الشباب من الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية وتضح الصحيفة إن هذه الجهودات تتزامن مع تكثيف الغرات الجوية التي تشنها الطائرات التابعة لدول أعضاء في التحالف الذي شكلته واشنطن لمحاربة الدولة الإسلامية وأضف الصحيفة إن الولايات المتحدة حذرت الشباب الذين يفكرون في الانضمام للدولة الإسلامية وهددتهم بأنهم سيتعرضون للموت إذا سافروا إلى سوريا أو العراق للمحاربة في صفوفه وتكشف صحيفة عن أن الخارجية الأمريكية نشنت حسابات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي لمجابهة الحملة التي برع في استخدامها تنظيم الدولة الإسلامية على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر لتجنيد المزيد من المقاتلين وتقول الصحيفة إن هذه الحسابات متعددة وتعمل بلغات عدة منها الإنجليزية والعربية والأردو والصومالية وتقوم ببث صور ومقاطع فيديو تكشف الدمار الذي تخلفه الغارات الجوية التي تستهدف ما تقول إنه مواقع الدولة الإسلامية في العراق وسوريا كتحذير للشباب الذين يفكرون في الانضمام إليه وتضف الجريدة إن هذه الحسابات نشرت مثلا صورا بعد أول غارة جوية أمريكية على أحد مواقع الدولة الإسلامية في سوريا توضح جثثا لأربعة من مقاتل التنظيم الذين لقوا مصرعهم مع تعليق يقول الغارات على مواقع الدولة الإسلامية في سوريا خطوة كبيرة في طريق إنجاز المهمة النظام الممانع يستجدي صداقة عدوه ويتوهم أنه وإياه في خندق واحد لمحاربة الإرهاب نشر موقع مدل إيست أونلاين مقالا بعنوان صحف سورية تتلاعب بالحقائق دمشق وواشنطن في خندق واحد جاء فيه اعتبرت صحف سورية أن الجيشين السوري والأمريكي بات في خندق واحد غدا تبدأ تحالف دولي تقوده واشنطن شن ضربات ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا لكنها شككت في الوقت نفسه بنوايا الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب ونقلت صحيفة الوطن المقربة من السلطات عن مصادر دبلواسية قولها إن القيادة العسكرية الأمريكية باتت في خندق واحد مع قيادة الجيش السوري في الحرب على الإرهاب داخل سوريا وعلى حدودها الشرقية والجنوبية الشرقية حتى لو رفضت واشنطن ودمشق مثل هذا التشبيه لأنه يتعرض مع توجهات رأيها العام إلا أنه واقعي وحقيقي وأضافت أن الجيش السوري سيستفد حتماً من الضربات الجوية الأمريكية وخاصة أنه الأقوى على الأرض ولديه قدرة ومرونة في التحرك الميداني وهو الذي سيقيم نتائج الضربات الجوية الأمريكية وإن كانت حققت هدفها أم لا إلى أن الصحف السورية شككت في نوايا هذه الضربات وما إذا كانت واشنطن جدة في مكافحة الإرهاب وهي العبارة التي يستخدمها نظام الرئيس بشار الأسد في وصف المقاتلين المعارضين الذين يواجهون القوات النظامية في نزاع المستمر منذ أكثر من ثلاثة أعوام وذكرت صحيفة البعث في افتتاحياتها أن التحالف شن هجماته وسط سيل من التساؤل والتناخض في التحليلات لما جرى ولما سيأتي وقد رافق هذا شعور عام مقترن بشكوك كبرى في نوايا الإدارة الأمريكية يقول مراقبون أن هذه الصحفة تريد توصيل صوت نظام السوري الذي يجاهد في تصوير صراعه مع قوى المعارضة المسلحة على أنه حرب على الإرهاب في حين تنظر إليه واشنطن وحلفاؤها باعتباره جريمة ضد الشعب السوري يجب أن تتوقف كما أكدوا أن نظام الرئيس الأسد لم يقم بتنفيذ هجمات على مراكز القوى الرئيسية للتنظيم المتشدد وإنما فضل مشاهدة ابتلاع التنظيم للأراضي السورية من بعيد حتى أعلنت الولايات المتحدة عن عملياتها مشاهدين الكرام نشرت صحيفة القدس العربي مقالا بعنوان المحافظون في إيران يقطعون الطريق على وعود روحاني بمزيد من الحرية جاء فيه بعد عام على تسلمه مقالد السلطة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية نجح الرئيس حسن روحاني في مواصلة تحسن العلاقة مع الغرب لكنه أخفق في الوفاء بعوده التي أطلقها خلال حملته الانتخابية من أجل إطلاق مزيد من الحرية في الداخل قال النشطون إنه بشأن عدد من القضايا الرئيسية مثل أحكام الإعدام والسجناء السياسيين فضلا عن حرية الصحافة لم يكن أداء روحاني ذي شخصية واقعية أفضل أو حتى أسوأ من سلفه المحافظ محمود أحمد نجد وقال هادي غائمي الرئيس التنفيذي للحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران ما أدلى به روحاني بشأن تغيير في السياسات على الكثير من الجبهات لم يتحقق منه شيء وعبر الأمين العام للأمم المتحدة بن كيمون عن قلقه من الزيادة التي أفادت بها تقارر بشأن أحكام الإعدام في إيران وذكر موقع خبر أونلاين أن الحرس الثوري اعتقل أحد عشر شخصا بسبب انتشار نكات عن مؤسسة الجمهورية الإسلامية آيات الله روح الله الخميني عبر تطبيقات الرسائل ولم يرد روحاني على هذه الهجمات بعد ويبدو أن الرئيس يطلب من مناصره التحلية بالصبر هل انتهت صلاحية الأسد حتى بدأ حلفاءه بحرقه والالتفات إلى مصالحهم الأخرى في خدمة مشروعهم؟ موقع المدن نشر مقالا لأيمن شروف بعنوان حزب الله يخرج من سوريا جاء فيه يتناول أمين عم حزب الله حسن نصر الله في خطابه الأخير نقاطا محددة التفاوض بشأن العسكريين المخطوفين الحرب على الإرهاب مع بدء التحالف الدولي بعملياته في سوريا لكنه لا يذكر الحرب في سوريا ولا دوره فيها وما يفعله منذ ثلاث سنوات يأتي هذا التغافل عن التذكير بما يقوم به الحزب في سوريا في توقيت يكثر فيه الحديث عن خروجه من سوريا وهناك من يؤكد سحبه بعض كوادره من مناطق المواجهات والإبقاء على مجموعة صغيرة للإشراف فقط وبالتالي يمكن القول اللحجة بعد اليوم للحزب كي يشح ذاهم جمهوره الذي يأتي بنعوش جديدة كل يوم كضريبة لمقدس أقنعهم بأنه يقاتل من أجله وعليهم جميعا مشاركته عبء الدماء لكن الحديث عن انسحاب الحزب من سوريا إلى الآن يبدو غير مثبت أو أقله خارج سياق الأحداث إلا إن كان القرار الإيراني بتسليم ورقات دمشق بعد شبه تسليم ورقة العراق مقابل امتداد من نوع آخر قد يكون اليمن وتثبيت ورقة أساسية في صراعها مع الغرب في ملفها النووي وهي الورقة اللبنانية السؤال عن سبب خروجه اليوم يرد إلى جندة إيران الحالية هذا إن كان يخرج يقول نصر الله إنه يرفض ضربة أمريكية لتنظيم داعش هو يؤمن أن أمريكا هي أم الإرهاب في العالم لكن حجته الأساس أنه لا يحق لأي دولة أن تعتدي على سيادة دولة أخرى على ما يبدو أنه مؤخرا صار هذا هاجسه بعد أن كان في سوريا على مدى ثلاث سنوات متدخلا مقاتلا مناكلا إلى أنه يرفض الاعتداء على سيادة الدول وتبقى الأسئلة برسم تمنيات عودة لبنان تبدو وإن حصلت خاضعة لحسابات خارج الحدود وصرفها قد لا يكون تهدئة أو استقرارا أو رد ما استورده من غطص في الوحول السورية الأجهزة الأمنية الأوروبية رغم تطورها يبدو أن فيها ثغرات واضحة تسمح بمرور من يسمون بالإرهابيين صحيفة الموند الفرنسية نشرت تحت عنوان فشل عملية اعتقال ثلاثة جهاديين فرنسي جاء فيه تمكن ثلاثة من الجهاديين الفرنسيين من الإفلات من الاعتقال بسبب سوء التنسيق بين الشرطة التركيات والفرنسية إنها قصة إفلات غير عادية فبعدما استدعى قسم الأمن الداخلي بباريس ثلاثة جهاديين اعتقلهم الأمن التركي في اسطنبول عائدين من سوريا قامت سلطات الأمن التركية بتسليم المطلوبين إلى فرنسا وإرسالهم على متن طائرة متوجهة إلى فرنسا ومن بين المطلوبين صهر سفاح تولوز محمد مراحة وفي المطار قدم المطلوبون الثلاثة وقدموا جوازات سفرهم ودخلوا الأراضي الفرنسية ثم توجهوا إلى طائرة أخرى إلى مرسيليا من دون أن يتم اعتقالهم وتشر الصحيفة إلى أن أكثر من 350 من الجهاديين الفرنسيين يمرون عبر تركيا للقتال في سوريا وما زاد من استياء المسؤولين قول السلطات الفرنسية سابقا إن الرجال الثلاثة تم اعتقالهم في مطال أورلي في باريس ثم الإعلان لاحقا أنهم غادروا جوا إلى مرسيليا وعبروا من نقطة فحص جوازات السفر والجمارك ليصبحوا أحرارا مشاهدين الكرام نشر موقع ترك بريس موضوعا تحت عنوان لقاء مع نذير الحكيم بعد تأثر أردغان بردة فعل إذا الحادث الذي وقع لابنته جأفي تناول رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردغان في كلمة ألقاها على مسامع المواطنين الأتراك الـ 46 الذين نجوا من قبضة داعش تناول حادثة الفتاة السورية التي تعرضت لحادث استضام بسيارة في غازي عنتاب وردة فعل والدها المؤثرة على سائق تلك السيارة حيث قال والد الفتاة لن نقدم شكوى بحقك لأن تركيا فتحت لنا أبوابها واستطاع تلفزيون خبر السبعة الوصول إلى والد الفتاة التي ذكرها أردغان وهو نذير الحكيم الذي يقول صدمت سيارة عائلتي فجرحت زوجتي في رأسها وابنتي في رقبتها ثم أتت سيارة إسعاف ونقلتنا إلى المشفى حيث بدأوا بعناجهم سألت زوجتي وابنتي ماذا سنقول في المحضر قالت لزوجتي جزاء الإحسان لا يكون إلا إحسنا تركيا استقبلتنا على أراضيها وساعدتها كذلك قالت ابنتي فذهبت إلى السائق وقلت لن نقدم شكوى بحقك واعتدرت منه لأنني عطلته وقلت إنني أشعر بالخجل من الشكوى على الأتراك الذين فعلوا الكثير من أجل السوريين ويتابع الحكيم حديثه قائلا إنني أشكر الشعب التركي والحكومة والمعارضة التركية أيضا وأطلب منهم أن يسامحون في حال ارتكبنا خطأا إن امتحاننا صعب للغاية أتمنى أن يبقى أردغان بجانبنا وأشكره كثيرا إننا لا نتواجد في تركيا لإفساد المجتمع التركي بل على العكس نريد توطيد علاقتنا بإخوتنا أشكركم جميعا نطالع الآن مشاهدنا الكرام في صحيفة ياني شفق التركية التي نشرت مقالة للكاتبة هلال قبلا بعنوان هل تغيرت سياستنا تجاه داعش جاءفي لقد بدأت قوات التحالف منذ أيام بقصف مواقع تنظيم الدولة الإسلامية حسب زعمهم أقول حسب زعمهم لأن قوات التحالف قصفت في الأيام الماضية جميع مواقع المعارضة باستثناء مواقع قوات نظام السوري إن دول المنطقة تقدم دعما كبيرا لقوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية حتى أن هذا الدعم بلغ حدا جعل إعلام النظام السوري يروج بأن الولايات المتحدة وحلفائها تساند القوات السورية في محاربتها للإرهاب في سوريا تقوم الولايات المتحدة بإبلاغ الإيرانيين بالمواقع التي ستقصف قبل فترة من الزمن فتخيلوا أي نوع من محاربة الإرهاب تدري الآن في سوريا إن الضغوضات على الدولة التركية بدأت تتزايد يوما بعد يوم من أجل المشاركة في هذه الحملة خاصة بعد النجاح في إنقاذ الرهائن الذين كانوا محتجزين لدى هذا التنظيم تقول الكاتبة إنني لا أعارض تدخل العسكرية ضد دولة يقود نظامها رجل مثل بشر الأسد الذي ارتكب أفضع المجازر بحق الأبرياء هذه الحملة العسكرية ضد تنظيم داعش كانت ضرورية على الرغم من أنها لن تستطيع القضاء على تقدم التنظيم بشكل نهائي إلى أنها ربما تعيق تقدمه بعض الشيء أعتقد أنه لا يمكن القضاء على تنظيم داعش بالطرق العسكرية وحدها ولنفرض أن قوات التحالف استطاعت أن تقضي على تنظيم الدولة بشكل نهائي فما إن بقي الأسد في مكانه فإن ظهور جماعات متشددة مماثلة لداعش سيكون أمرا لمفر منه أبدا إن تصريحات مساعد رئيس الوزراء التركي يالتشين أغدغان حال نوعية المشاركة التركية في هذه الحملة تركت الباب مفتوحا لكل الاحتمالات فمن الممكن أن تكون المشاركة التركية عن الدخول المباشر في الحملة العسكرية ومن الممكن أن تكون عن طريق تقديم الخدمات الاستقباراتية إننا على وشك الدخول لمرحلة حساسة جدا فهل ستتمكن الحكومة التركية من أن تأخذ دورها كما تخطط له؟ هذا ما سنراه في الأيام القادمة يبدو أن العالم يتخلى عن اللاجئين السوريين ويتركهم لمواجهة مصيرهم وحدهم نشرت مجلة أكسجين بعنوان الأمم المتحدة تخفض ضعم المساعدة للاجئين السوريين عند زيارتك لمقر الأمم المتحدة في بيروت في منطقة سبيرز تدهش أولا من أعداد السوريين الذين يتوافدون وينتظرون تحت أشعة الشمس المحرقة وثانيا تصادفك إعلانات برامج الأمم المتحدة التي تم تخفض البونات المقصصة لقسائم المواد الغذائية بنسبة تتراوح ما بين التسعة عشر إلى ثلاثة وخمسين بالمئة بداية من شهر تشرين الأول الفين وأربعة عشر وقد عازت مفوضية الأمم المتحدة إلى توقف الدعم من قبل الدول المانحة حيث أنها لم تفي بمستلزماتها التي وعدت بها والجمعيات غير الحكومية التي أقرت المنحة في مؤتمر المانحين الدولي الأول والثاني الذي انعقد لإغاثة الشعب السوري المنكوب حيث شاركت به وفود تمثل تسعة وستين دولة ومنظمة دولية على رأسها الأمم المتحدة وأمينها العام بانكيمون وكان من المقرر جمع ستة فاصلة خمسة مليار دولار وهي إجمال تقديرات الأمم المتحدة لدعم العمليات الإنسانية داخل وخارج سوريا بعدما بلغ عدد النازحين والمحتاجين داخل سوريا أكثر من تسعة ملايين شخص وأكثر من أربعة ملايين لاجئ خارج سوريا بحسب إحصاءات أممية لكن تقاعوس الدول المانحة أوقع الأمم المتحدة في ضيق وضنك بتقديم المساعدات للشعب المنكوب سواء أكان في الداخل السوري محاصرا أم لاجئا وقد قررت الأمم المتحدة تقليص أعداد وقيمة الدعم من أربعة وثلاثين دولارا للفرد الواحد إلى ستة عشر دولارا في الشهر هذا في الأردن دون أن يشمل التخفيض مخيم الزعتري أما في باقي الدول والتي تعج باللاجئين ففي لبنان ستخفض قسيمة الإغاثة من ثلاثين دولارا إلى عشرين دولارا في الشهر وفي مصر ستبلغ نسبة التخفيض خمسين بالمئة أي تصبح القسيمة الغذائية خمسة عشر دولارا بعد أن كانت ثلاثين دولارا وقد جعلت الأمم المتحدة الأولوية للأسر التي لا معيلة لها أو تلك التي لا شباب فيها بل تعتمد على الأطفال وأغلب الأسر التي بقيت تستفيد من نظام القسائم تلك التي لديها أشخاص من كبار السن أو أفراد من المعاقين شبابا كانوا أم معجائز وبموجب سياسة التخفيض هذه سيتم حرمان خمسة وثمانين ألف لاجئ سورية من المساعدات من أصل مئة ألف لاجئ في مصر فوائد جديدة للمشي تطالعنا بها صحيفة العرب اللندنية التي نشرت بعنوان المشي يقلص الأورام السرطانية والرياضة تسهل أكثر وصول جرعة من الدواء إلى الخلايا السرطانية أظهر دراسة أمريكية حديثة أن ممارسة التمرين الرياضية وعلى رأسها المشي تعزز من تأثير العلاج الكيميائي على السرطان وتساعد على تقليص الأورام السرطانية وأوضح الباحثون بجامعة بنسلفينيا الأمريكية في دراستهم التي نشروا تفاصيلها في المجلة الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء أن ممارسة الرياضة تحسن من تدفق الدم في الجسم مما يسمح بتسهيل وصول جرعة الدواء إلى الخلايا السرطانية واستنتج الباحثون من دراستهم على الفئران المصابة بسرطان الجلد أن ممارسة الرياضة عززت فائدة العلاج الكيميائي للسرطان وساعدت على تقليص الأورام السرطانية لأن ممارسة التمرين تحسن من تدفق الدم وتسمح بوصول جرعة أكبر من الدواء للخلايا السرطانية ومن ثم يتم القضاء عليها وقال الباحثون إذا كانت التمرين الرياضية تساعد على هذا النحو فيمكن أن نستخدم جرعات صغيرة من العلاج الكيميائي للحصول على تأثير كبير على الخلايا السرطانية وأضافوا من الأفضل أن لا نأخذ الدواء ونجلس طول اليوم شيء بسيط مثل التمرين الرياضية يمكن أن يحدث فرقا ويشار إلى أن دراسة جديدة أجرتها جامعة لويلا في شيكاغو أكدت أن مرضى السرطان الذين يمارسون الرياضة تتحسن حالتهم أكثر من غيرهم لأن الرياضة تساعد على منع تطور المرض والحد من انتشار الخلايا السرطانية في الجسم من نسبة 38% مشاهدين الأعزاء كما يفيد المشي صحة الإنسان وكذلك مثابرتك على المشي نحو هدفك فطريق الألف ميل يبدأ بخطوة يتجدد لقاؤنا معكم غدا إن شاء الله فكونوا على الموعد لكم من أطيب المنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة